بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل لدينا في حصة اليوم إن شاء الله اختبار الفصل الثالث في مادة التربية المدنية للسنة الثالثة ابتدائي قدمت لكم النموذج الأول ستجدون الرابط في صندوق الوصف في هذا الحصة جمعت لكم مجموعة من التمرين لمن توقعه ويمكن تكون في اختبار الفصل الثالث إذن لدينا التمرين الأول أكمل بما يناسب لدينا يجب أم لا يجب إذن هنا يضع التلميذ الكلمة المناسبة لدينا مثلا نقول يجب أن أتلفظ بكلام لا يليق أم نقول لا يجب أن أتلفظ بكلام لا يليق إذن هنا نقول لا يجب أن أتلفظ بكلام لا يليق لدينا أن أنصت إلى زملائي إذن هنا يعني بالتقيب المعنى أستمع باهتمام أستمع هنا إذن هنا نقول يجب أن أنصت أم نقول لا يجب أن أنصت إذن نقول يجب أن أنصت إلى زملائي أن أرفع صوتي أثناء الحديث لا يجب أحسنت أن أتأخر في الدخول إلى القسم لا يجب أن أتأخر أحسنتم أن أحترم معلمتي ومعلمي إذن هنا نقول يجب أن أحترم أم نقول لا يجب إذن نقول يجب أن أحترم معلمتي ومعلمي إذن هذا فيما خص التمرين الأول لدينا التمرين الثاني أربط بما يناسب إذن لدينا في الطرف الأول لدينا أحافظ أو لدينا أولا نعم أتحمل المسؤولية ولدينا أحافظ دائما ولدينا أجتنب في الطرف الثاني لدينا على النظام والانضباط في القسم الأعمال التي تعيقني في دراستي عن كل أعمالي في القسم إذن لا يطلب مني أن أقوم بالربط إذن ماذا نقول أتحمل المسؤولية على ماذا؟ عن كل أعمالي في القسم أحافظ دائما على النظام والانضباط في القسم ولدينا ثالثا أجتنب الأعمال التي تعيقني في دراستي إذن نشوف الآن التمرين الأخير عبارة عن وضعية اشترت المعلمة بشرة مجموعة من كتب المطالعة فقام التلاميذ باختيار تلميذ واحد لتوزيع الكتب وأسروا عملية لاختياره إذن هنا التلاميذ قاموا بعملية لاختيار التلميذ الذي سيقوم بتوزيع الكتب إذن لدينا كيف نسمي هذه العملية؟ كيف نسمي هذه العملية؟ يعني اختيار التلميذ المناسب الذي يقوم بتوزيع وتنظيم الكتب إذن نسمي هذه العملية عملية الانتخاب جيد لدينا ثانيا كيف نسمي التلميذ الذي اختاره بقية التلاميذ؟ كيف نسميه؟ نسميه مندوب القسم أو نقول مسؤول القسم إذن هنا نسميه المندوب أحسنتم إذن لدينا ثالثا أكمل بما يناسب قبل هذا يمكن يطلب من التلميذ بما أنه هنا عندي عملية انتخاب يطلب من التلميذ هنا أن يقوم بكتابة مراحل الانتخاب ما هي مراحل الانتخاب؟ هنا قدمت لكم مراحل الانتخاب في النموذج الأول يعني هنا لازم التلميذ يحفظ مراحل الانتخاب أو عملية الانتخاب إذن لدينا تم اختيار الفائز حسب عدد من الأصوات إذن ماذا نقول؟ إذن هنا نقول حسب أكبر عدد من الأصوات يعني التلميذ يتحصل على أكبر عدد من الأصوات وهو الفائز وهو يصبح مندوب القسم يعني يقوم بتوزيع الكتب يقوم بمهام مسؤول القسم لدينا يفضل جميع بالنتيجة لأنه ماذا يا أبطال؟ لأنه رأي الأغلبية بما أن هنا تم اختيار التلميذ الذي سيقوم بتوزيع الكتب هنا لدينا أكبر عدد من الأصوات يعني تحصل على أكبر عدد مثلا هنا تمت الترشيحات بين أحمد وبين مثلا يونس هنا يونس حصل على عدد أكبر من الأصوات مثلا حصل على 13 أحمد حصل فقط على 10 أصوات هنا الفائز من؟ وهو الفائز الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات هنا تكون النتيجة قبل بها الجميع؟ نعم إذن نقول هنا يرضى الجميع بالنتيجة لأنه رأي الأغلبية إذن هذا فيما يخص حصة اليوم طبعا النموذج الخاص بالاختبار الأول نعم النموذج الأول خاص باختبار الفصل الثالث في مادة التربية المدنية ومجموعة من النماذج أيضا متوقعة في جميع المواد سأضع لكم جميع الروابط في صندوق الوصف إذن هذه كانت حصة اليوم دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 شكرا